الجحيم 12 هل نحن سعداء في الجحيم 3 ملايين عربي انفر 12 موضحة بواسطة يوريكو من هل نحن سعداء في الجحيم إذا قلنا أن الإنسان بحرية يبقى في الجحيم بحرية هذا هو اختياره لذلك تجد الخير هناك نحن نعرف علم النفس البشري لا يبقى الإنسان متلقا بحرية في حالة أو في مكان ما إلا إذا وجد سعادة معينة هناك الآن يبدو أن هذا يتعارض مع كل أوصاف الجحيم حيث يتحدث المرء أولا عن النار صرير الأسنان الغضب إلخ إذا ما هو حسنا أود أن أقول أولا أن وصف الجحيم كما تفعل الجنة هو وصف رسولي تصف العيوب لأنه بالنسبة لرجال الجسد أولئك الذين لا يفكرون إلا في الملاذات والآلام فإنها تعمل كبداية للحكمة لكي يتحولوا ليحاولوا السعي وراء الخير لكني لا أقصد بهذا أن أهل السماء يزورنا الحقيقة كل آلام الجحيم التي وصفتها للبتوي حقيقية وحقيقية للغاية لكن إذا بقي الإنسان طواعية في الجحيم فذلك لأن هذا ليس ما يثيره إنها مستعدة للخدوع لهذا من أجل الصالح الفائق الذي تختاره وبالتالي فإن هذا الخير هو الحرية الفخورة لقد قيل عدة مرات فإن الشخص الموجود في الجحيم سيعلن في كل مكان لمن يريد أن يسمعها أنه سعيد إذا ذهبنا على سبيل المثال في غضون مئة ألف عام للعثور على شخص في الجحيم يقول لوحتك اطلب المغفرة سيكون هناك مغفرة من الله حسنا سيقول الشخص لكن دعني وشأني خياري مجاني تماما أنا حيث أريد أن أكون اذهب إن الواضح أن هذا لن يحدث أن شخصا في الجنة يفعل هذا لأنه يعرف ذلك الشخص الموجود في الجحيم لا يغير رأيه إنها تحافظ على اختيارها بشكل دائم في الواقع هذا الشخص كاذب إنها في محنة تامة لكن فخرها مرتفع لدرجة أنها لن تتعرف عليه أبدا هذا هو السبب في أن أهل الجحيم هم مثل لوسيفر تذابون من البداية لكن هذا كذب متعمد يمكن لأهل السماء أن يروا المحنة الكاملة التي تسود في قلوبهم لكن لأنهم موجودون هناك بحرية فإنهم يحترمونهم من الواضح مع مثل هذا الوصف للجحيم يجب أن يقول البعض لأنفسهم أنا لا أخاطر بالجحيم على الإطلاق حذاري يجب أن لا نلعب بالذنوب لقد قلت هذا عدة مرات إن خطايا الضعف تتطور فينا أنانية وعندما نرى ما يشبه الجحيم وهذا إغواء عظيم لأنه أخيرا هناك نوع من الخير يسود هناك غاريا فخرا جدا بنا سيغرينا بالذهاب إلى هناك وسيجعلنا نرفض هذا المسيح الذي وضع نفسه حتى الموت لنفسه والذي يطلب منا أن نتبعه بهذه الطريقة ترجمة نانسي قنقر